بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الرسول الله المبعوث رحمة المهدان وإحنا بنتفقد بيوتنا بيلاقي في حاجة كتير من الناس مش بيحبوا يتكلموا عنها وإحنا في رحلتنا من التوافق إلى السعادة من التوافق إلى الرضا إلى السعادة بيبقى في حاجة مسكوتة عنها والناس مش عايزين نتكلموا عنها كتير إيه هي بقى؟ تحدي كده محتاجين نبص على البيت ونشوفه وإحنا عارفين إن احنا عايزين نحل المشكلة إنتوا عارفين إن احنا دايما بنقول إن الحب ده اللي هو الحب الأول فإحنا هنكلم عن تحدي اسمه تحدي الحب الأول إيه بقى حكاية التحدي الحب الأول ده؟ تحدي الحب الأول ده عندي كتير من الرجالة وكمان كتير من الستات بس الرجالة أكتر إن هو ده الحب مفيش بعده حب وده معناه إيه؟ هيفضر مرسوم في القلب وشعرهم؟ فصادف قلبا خاليا فتمكنها فالحب الأولاني ده تمكن فدايما بنقول إن الحب ده أكتر حاجة اتكتب فيها أساطير وبعندنا إن الحب الأول ده أكتر حب هو الحب المليان بالمشاعر وتوهج ولهيب المشاعر وتوهج العواطف إحنا خلينا الحب الرومانسي وخاصة إن الحب الأول ده ليه سلطان على القلوب يؤمر وينها وليه قهر وليه إزلال فبدا من إنه يصبح الحب محرك للإرادة لا فالحالة دي بيتحاول الحب ده في كتير من الأحيين إلى كاسر للإرادة وتخطر جدا 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 تعالوا بقى وإحنا بالتكلم عن الحب الأول نقول إن فيه مشكلة المشكلة بقى لما الحب الأول ده يعمل حياة موازية بعد الجواز ده خطر جدا وهو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة إنه يبقى فيه خط كده الزوج أو الزوجة عايشين في زواجهم بس قلبهم متعلق بالحب الأول الزوج في الحالة دي ممكن يبقى مثالي جدا جدا وبيعمل كل حاجة لزوجته لكن بيعملها بلا روح بيعملها لو كأنه بيعملها لوحد صاحبه بس صاحبه عزيز عليه قوي ممكن ما يسيبهوش بس أكيد ما بيعملوش لحبيبته ولا للحد المفروض مشاعر كلها تكون دي جاه لا 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 هو بيعمل الحاجات كلها في وقتها وتمام التمام بس إيه بلا روح أنا الزوج ده بسميه الزوج الهيكلي فيه هيكل زوج شبح زوج بس ما فيش زوج حقيقي والست دي أكتر حاجة بتحس بيه بتحس إنه هو في الحقيقة مش حاسس بيه بيحصل عندي الزوج ده إنه يثبت للحبيب للحبيبة الأولى عنده صورة كده ومش بيقدر يستقبل أي مشاعر من زوجته مهما قدمت له وتبقى الصورة الأولى دي هي الصورة الأساسية أنا عندي نموذج بيحطم أسطورة إن الحب الأول هو الحب ومفيش بعده حب هذا النموذج الرائع نموذج وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين حدش في العالمين يشك إن الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحب السيدة خديجة لأن حب حضة النبي هو الحب الأول الحب الأعظم لرسول الله صلى الله عليه وسلم وإنه حصل فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الناس إليك قال عائشة ما جيش أقول لهم ما فيش بعد ما فيش خلاص هو الحب الأول حب السيدة خديجة لا قالوا من أحب الناس إليك قال عائشة فإن لا حصل فرسول الله نعم كان له حب أول وما زال مستمر بس هذا لا يمنعه من أنه هو يدلل السيدة عائشة يدللها بحب ولما يسألوه وهو الصادق الذي لا ينطق عن الهوى من أحب الناس إليك يقول عائشة وعشان كده لو حصل والزوج قابل الحبيبة الأولى في أحوالنا دي في المشكلة اللي احنا فيها دي بيرجع تاني للخلف وتتجدد عليه كل المشاعر هو ممكن يحاول يتواصل معاه وتضطرب المنظومة الزواجية كلها لأن فيه طرف تالت كان موجود طول الوقت وخرج من حالة الكومون إلى حالة العيان إلى حالة الظهور هو كان في حالة الكومون منتظر للحظة المناسبة كان يظهر فيها ولما تحصل المقابلة التانية أو يقدر يوصل إلى أخبار عنه عن الحبيب الأول أو الحبيبة الأولى بيظهر ده وفيه هناك وفيه شيء احنا لازم نفكر فيه شوية مع بعض بيحصل للزوج لو كان مقدرش يتجوز حبيبته الأولى فبيحطه في مساحة من الخيال ويسقط عليها كل المشاعر وكل المحاسن وكل الجمال وتصبح كأنها شخص أسطولي في كل الزواج فيه كل المزايا وكل الحسنات ويشوفها من كل الزواج شيء باهر وهي في الحقيقة مش كده وتحصل له حالة من حالات احنا بنسميها حالة الافتتان وهي حالة فوق الحب وهو حب جاري في خيالي مالوش صلة بالشخص ولا بالواقع بعض الناس في حالة الافتتان مش بيشوف حقيقة محبوبه واللي بيحذر منه طول الوقت ان الناس يحصل لهم الافتتان ده ان الشخص لابد ان هو يكون معتدل المزاك بس هو في الحقيقة مساعدة ما بيقاش معتدل المزاك شوفوا الكلام اللي حصل في قصص الحب ازاي لما الناس قالوا له وهي دي عبلة هي دي بثاينة ما كانوش مصدقين للنواق الفية كل الكلام ده طب هل التعلق بقى خارج الجواز ده شكل من اشكال الاعتدال لا 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 التعلق خارج الجواز بشكل ليس من اشكال الاعتدال بس الشخص اللي عنده نوع من انوع التعلق ده وبيجاهد ده وبيعيش حياة كاملة مع زوجته هو ده الشيء اللي فيه اعتدال انه ممكن واحد يحصل له ده سيقاوم ده ويعيش حياة كاملة ليس فيها اي شيء لغاية ما يزول عنه ده على فكرة نعم انا عارف ان ده بيكون فيه مشاعر طاغية ليس لها اي منطق وبتعطل العقل من انه يشوف الحقيقة ويشوف الواقع وهنا بيكون الزوج او الزوجة عايشين العلاقة الزوجية على ان هي حكاية واجبة بس لكن مفيش ايه مفيش مشاعر مفيش حياة مفيش احساس مفيش خصوصية علاقة فبيحاول في بعض الاحيين للزوج يرجع للحب الاول في حياته وبعضها بيعيش معاه في خياله وبعضها يبقى رجل هنا ورجل هنا ولما الزوج بيعيش مع الحب الاول في خياله بيعمل مقارنات طول الوقت لدرجة انا شفت في بعض الاحيين بتتعرض علينا حالات لما يكون الحب الاول ده بيكون على حالتان اما يكون الحب الاول ده سيء فيسيب اثر زي الندوب كده او او فالأثر السيء ده وتيعمل ايه يخلي الرجل عنده شك في كل الزوجات في كل النساء فيبقى عنده تعامل سيء مع زوجته او يبقى عنده او ممكن يسيب اثر مرغوب فيسيب اثر دايما برضو بيبقى خطر علي الزواج لانه طول الوقت عايز يعمل ايه عايز يوصل للأثر ده لانه ممكن يفرقهم وهم موجودين في الحب ده ظروف او شيء من هذا القبيل فيفضل هو متعلق بده وفي كل الحالتين سواء الأثر كان سيء او الأثر كان ايابي الاتنين بيكونوا خطر علي الحياة الزوجية الزوج مثلا حب واحدة من زمان وخنته وغدرت به فبيحصل له نوع من أنواع التعميم في مخه ويقول كل الستات خينين وفي السياق ده فيه واحد فشل في الحب وبقى عنده مظلومية فبقى عنده نفس الأفكار السلبية عن الستات فييه اللي بيحصل فكل الحكاية بينقل الأشياء السلبية اللي كانت في حبه الأول على زوجته وزوجته يعني ملهاش ده ولو كان الحب الأول حصل فيه شيء إيجابي وكان مرغوب جدا 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 عنده هيبتدي يقارن بين بين الحب الأول وبين زوجته في كل شيء فممكن يجيب لزوجته نفس اللبس اللي كان بتلبسه ونفس العطر ويستخدمه اللي كان بتستخدمه في الحب الأول والزوجة ساعتها بتفهم بقى لما تبص تلاقي هيوة لو جاب لها هدية ممكن ما تفهمش لك لما يجيب لها ستايل كله فبتحس إن هي إيه؟ إن هي تحولت إلى أداة أداة بيتذكر بيها إيه؟ حب الأول وهي لو غيرت في حاجة في المظهر ده بيتدايق جدا جدا فعلى طول هي بتلقوا ده بقى وبتبقى الحكاية فيها شيء سيء يجي واحد يسألني إنت ليه بتتكلم عن ده؟ بهذا الشكل إن ده ليس من الوصية بالنساء الخير وفي الجيهة الأخرى مع الرجال هذا ليس من العشرة بالمعروف في مشكلة بيقع فيها الراجل إنه لما بيكون بيحب واحدة حب شديد وما يقدرش يتجوزها بيروح يتجوز حد تاني وهو فاكر إن ديه الطريقة اللي عتخليه ينساه وهنا زوجته بتحس إنه مجرد لعبة له هاية يعني وإحنا دايما بنقول كده وإسمعه النصيحة دي ودي مهمة جدا 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 إوى حد يكون خارج من علاقة وما يمرش بحالة محالة من التعافي لازم لإن العدوة بتحصل حضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فررك من الأسد وكذلك فر من المكتئب فر كمان من الإنسان اللي هو عنده تعب وهو ما تعافاش ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال من استطاع منكم البقى تفليل يتزوج لا الشخص اللي خالج من علاقة هو لا يستطيع الزواج فلذلك لابد إنه هو يتعافي لو حاس بتقول إنه أقل مدة للتعافي ستة شهر وساعات بتزيد المدة دي بحسب شدة العلاقة اللي بيكون فيها الإنسان فممكن فترة التعافي تستمر سنة وسنتين على فكرة وده مش تعنت على فكرة والله ولا عقاب مش عقاب لوحدة لأنه فشل في علاقة والله ما حقيق ولكن إحنا بنحاول بقدر الإمكان إن إحنا نحاول نساعده إنه يضمن النجاح في العلاقة القادمة لكن هي فترة بتخليه يستعد ويستعيد اتزانه لأن انتهاء العلاقة بيكون عنده شيء من الترنح أنا بسمي الترنح ده بعد انتهاء العلاقات بحاجة اسمها ارتجاج القلب عارف زي ارتجاج المخ كده ارتجاج في المخ هناك ارتجاج في القلب ما بيقاش الإنسان في حالة اتزان وساعات الزواج السريع ده مش بيكون عشان ينسى الحب ده لكن بيكون للمكيدة يكيد اللي هو سبه أظن انتو عارفين الكلام ده ولذلك ما ينفعش إن الجواز هذه الرباط المقدس اللي الله سبحانه وتعالى قال ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواج اللي تسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة ما ينفعش بأدالة المكيدة ولذلك لازم ننبه إن في مخاطر كتيرة بتحصل في ده أهم مخاطر وجود حبيب سابق سواء كانت علاقته بيه سلبية أو إيجابية إن الزوج بعد كده بيكون بلا روح وبيخاف يتجوز بجد عشان ما يحصلش نفس المشكلة فيفضل عامل مسافة بينه وبين زوجته أنا بسميها فجوة الخبرات السابقة عنده فجوة كده كل ما زوجة حاول تقرب منه بتحس إنه هو مش راضي ويبتعد عنه الساعات كمان في بعض الأحيين يخلي المسافة دي مسافة جسدية ما يحبش يقعد معه ويتكلم ما يحبش تلمسه ويبقى الكلام على الأد وساعات بيبلغ الاهتمام بيها وبأولاده لكن بشكل إيه عمل إجرائي وكأنه موظف بالضبط بتحول إلى زوج موظف وكتير بيكون واجع الزوجة لأن أهلاها بيقولوا لها هو فيه إيه عيب ده الراجل بيرفكت الراجل المثالي وما فيهوش غلطة ولا فيه أي حد ممكن يتصور إن هي فيه مشكلة لأنه الراجل بيعمل كل حاجة بتيجي تسألنا بقى طب وهو طب وانا أعمل إيه ما هو صحيح هل أنا بتبطر هل أنا إنسان هل أنا إنسان كده ولا عزو بالله برفص النعمة وبتحصل مشكلة كبيرة في العلاقة الخاصة كمان إن الزوج بيتخيل في بعض الأحيين وده حرام إن الزوج يتخيل في بعض الأحيين حبيبته الأولى ما كان زوجته أو الزوجة ممكن يحصل منها نفس الكلام ده وإحنا بنأكد إن ده حرام ولا يجوش شرعا ومحدش يعمل ده وده بيعمل إعاقة كبيرة جدا جدا في التوافق الزواجي وناس كتيرة بتقول مين فينا ما عندوش المبررات بقى اللي بتخلي المسألة تزيد بقى في ناس كتيرة بتقول ومين فينا ما عندوش حب سابق أو عنده تجربة سابقة الفايصل مش إنك أنت تبقى عندك تجربة سابقة الفايصل إن كل الملفات السابقة اتقفلت بشكل صحيح اللي إحنا بنسميه حصل التعافي منها وما فيش جرح مليان صديد مشكلة الحب السابق فكرة التثبيت إن في بعض الأحيين حد بيصر عن إنه يسبت صورة والصورة دي بتخليه مش قادر يشوف أي حاجة وبتخليه يعيش في حالة أستورية وفلسفة تثبيت الحب دي الأول مبنية على إن الحب بيكون مرة واحدة بس في الحياة وده مش صحيح وأنا قلت لكم وأنا قلت لكم التجربة الراقية الصافية الجميلة الرائعة النموذج الإنساني اللي قدمهنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم في حبه للسيدة خديجة واحتفاظه بهذا الحب لأن السيدة السيدة عائشة لما حب التنال من السيدة خديجة بان حب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن الحب ده ما منعش أبدا الناس تعيش في شكل صحيح نعمل إيه بقى لو عندنا الحالة دي نعمل إيه؟ في شوية أشياء احنا نعملها وفي شوية أشياء احنا محتاجين كمان نستعين فيها بحد أول حاجة احنا عندنا إجراء الشخص اللي عنده الحب الأول ده هل يستطيع أنه يتخلص من ده لما يكون أدمن هذا الحب من نفسه؟ لا هو محتاج أنه يستعين بيه حد يساعده ويقدم له دعم نفسي بشكل واضح يمكن دي أول مرة تشوفوني وأنا بكفي الإجراءات وفي الحلول بقول الكلام ده لأن في بعض الأحيان بيفضل الكلام ده ويتكرر ويحصل وساعد بأن انتظر صدمة أنها تحصل عشان الشخص ده يتغير لا 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 هو محتاج نفسي بشكل واضح العاجة التانية أنه هو محزور عليه أنه هو يقول لزوجته أنه هو عايش هذا مع الحب الأول في الخيال ومحزور أنه تقول كده لزوجه كمان إيه ده يعني ما يقولوش؟ آه ما يقولوش لكن يعملوا إيه؟ يبتدوا يذكروا زوجته وزوجها يعني إيه يذكروا؟ يبتدي يتأمل في محاسن زوجه التأمل في المحاسن دي والامتنان ده للزوج أو للزوجة بيبتدي يخلي الحياة تتحرك للأمام الحاجة التالتة أنه لازم كل يوم يبقى فيه ورد كده للشخص اللي عايز يعمل كده أنه يبتدي يتخيل حياته مع شريك حياته في المستقبل وفي أيامه اللي جاية ممكن يعملوا إيه؟ مع استثماره للأشياء اللي شافها من محاسن شريك حياته بالطريقة دي ولازم بشكل واضح يتكلم مع شريك حياته كل يوم على الأقل النصف ساعة ويخرجوا مع بعض كتير كل ما نعمل ده الحياة بتتجدد ونقدر نعرف أن الحياة ما وقفتش على حد لأن ربنا واسع وربنا رازق وربنا كريم وما فيش داعي إن احنا نقصف عمرنا وإحنا لسا عايشين في نعمة ربنا ربنا سبحانه وتعالى نعم لا تعد ولا تحصى فلا تغلقوا قلوبكم فتغلقوا على أنفسكم نعم الله يا رب اجعلنا من أهل الرشاد ومن أهل الحكمة لكي نخرج مما وضعنا أنفسنا فيه من ضيق اجعلنا نرى وسعك دائما ونخرج من ضيق أنفسنا إلى سعة رحمتك يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين بعد الفاصل نلتقي مع حضراتكم ونستقبل أسئلتكم المباركة ونجيب عليها ولكن بعد الفاصل رجعنا لحضراتكم معنا صفحتنا على الفيسبوك صفحة بينامج ولا تعسروا اللي بنتلقى عليه أسئلتكم المباركة ونخصص لها وقت نجيب عليها ولكن تعالوا نبدأ مع حضراتكم ونتلقى أول سؤال النهاردة في حلقتنا سؤال من أستاذة سارة من الجيزة أستاذة سارة تفضلي سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو سمحت يا شيك بس أنا فيه حاجة محيراني جدا أنا كنت عايزة أعرف بس هي حرام ولا لا تفضلي الليزر ده ودي بحرام نحن نعمله ولا إيه نحن نزيل الشعر بالليزر أو شيري الشعر بالليزر جائز مدام فيه مراعاة للعوراء مراعاة لسطر العورة وما إلى ذلك لكن شيري الشعر بالليزر بالعكس قد يكون دوت أفضل لأنه بيكون في بعض الأحيين أأمن من الجراح ومن الأشياء كده فبيكون دوت مدام متوفرة فيه الشرطين اللي أنا أقولهم لحد ذلك من الشرط الأولاني أنه يكون آمن يعني ما يكونش فيه خطر على الصحة لأنه لا ضرار لا ضرار أمر التاني أنه يكون فيه سطر العورات فإذا كان ده متوفر خلاص ده جائز وليس فيه حرم معنا السيدة أمم محمد من المنوفية الحمد لله فضل ونعمة يا ربنا إن شاء الله يجمع لك بين تمام الأجر والعافية ويجعلك في عين لطفه ورحمته ويجعل جسد جتار منزلا للألطاف والرحمات والحفظ والعناية فتخرجي سالمة غانمة إن شاء الله السيدة محسين من القاهرة أيوة تفضلي تفضلي يا محسين أيوة تفضلي حضرت أريدك السلام عليكم وعليكم السلام وراحة لمركاته لو سمحت عايزة أسأل حضرتك سؤال كده أنا جوزي الله يرحمه الله يرحمه وخبال حضرتك كان راجل طيب جدا وأمير جدا ومحترم جدا وحدا حلو قوي 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 ربنا يجعله في فسح الجنات يا رب يا رب يا رب بس جينا بقى إيه في آخر أيامنا أنا جالي كانسر ربنا يجمع لك بين تمام الأجر والعافية يا رب يا رب وهو جا طبعا يعني تعب كان عنده تمانية وسبعين سنة وأنا عندي خمسة وستين سنة فجي تعب وكده واخد بال حضرتك فيعني بقينا نزعق مع بعضينا وفي النهاية ويجي بالليل يقول لي ما تزعليش مني حقك علي مش عارف إيه فأنا متضايق أن أنا كنت بزعق معي أنا متضايق قوي طيب أقولك حاجة يا محسين أيو بس يا ست الحاجات اللي بتقياها خرج من الإنسان بغير إرادة إن شاء الله ربنا ما يحسبش عليها وهذه الانفعالات لو كان ما كانش المقصود بيها الإزاء إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يخفر ليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيانة وما استكروه عليه فإذا كانت الانفعالات دي أنت مش قادرة تتحكمي فيها وبتطلع منك إن شاء الله ربنا يعرف عنه طيب الحل هو إيبا أن أنت تكتري الدعاء لزوج حضرتك المرحومة الله يرحم فحضرتك كتري الدعاء لي كتري الدعاء وفي نفس الوقت كتري كمان من الصدقات وكذلك كمان حاول بقدر الإمكان إن أنت في أوقات كتيرة جدا 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 تتذكري ما كان فيه من محاسن الأخلاق واتحاولي كمان تتمسكي بإني بحسن الظن في الله سبحانه وتعالى إنه في حال مرضية في حال بركة ونور عند الله فقلبك يطيب إن شاء الله يبقى حاجتين حاجات أن أعمل إحنا في نفسنا الحمد لله ندعو الله سبحانه وتعالى وكمان نرسل له الهدايا بالصدقات وحاجات نعتقدها نعتقدها من حسن الظن في الله سبحانه وتعالى إنه الله سبحانه وتعالى أو دعوه في رحمته وأجزل له العطاء فهو في نعمة فمش هتكدر إنه ممكن يكون تم إزاؤه لا الحمد لله هو في نعمة وإن شاء الله في النعيم المقيم إن شاء الله أستاذ ياسمين تتفضل أستاذ ياسمين مجزة تتفضل أيها سلام عليكم وعليكم سلام ورحمة الله بركاته أستاذ ياسمين تفضلي بقول لك أهلو تفضلي أستاذ ياسمين سمع حضرتك بقول لك حضرتك أنا عايزة احتزر لأمي علشان أنا مزع عليها طيب عايزة احتزر لها على الهوى وهي سمعاكي ها أي وهي سمعيني يعني هي بتسمع البننامج دلوقتي ومش هعمل كده تاني طيب وأنا 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 على أسفك ده برجو والدتك إن هي تسمح بقى البار رحيم أنا مغلباها سمعية ما بسمحش كلامها طيب يا بنت كده وتسمعي كده كلام والدتك وتكون عندك حكمة كده زي ما أنا شايفك عندك حكمة وتصرفت التصرف لطيف وجميل ومليء باللطف والرحم هي على فكرة أنت بتقول لي مغلباها شويتين تلاتة أنت طول الوقت عايزة تشوفي العالم وعايزة تحركي وعايزة تخرجي وعايزة تعملي وعايزة تسوي بس هي في الحقيقة هي مش عايزة تتخنقك قد تكون تعبرها مش مناسب عن إرادتها أن هي تحافظ عليك وتنقلك كل الخير اللي عندها أنت وسعي صدرك وفامي أن هي بتحاول تكون عين ليكي مع عينيكي ولذلك كل محد فينا يشوف أن الكبار اللي حواليه عين مع عينه ربنا سبحانه تعالى بيسهله الحكمة بشكل كبير جدا جدا فإن شاء الله ربنا يجعلك إن شاء الله من أهل الحكمة ومن أهل إن شاء الله النور والبركة يا ست ياسمي أستاذة إيناس تتفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بركاته يعني أنا أسأل أن أنا هسأل حضرتك سؤال برا الموضوع أو يعني أنا في الفترة طبعا كلنا بنشوف فيها اللي بيحصل في غزة يعني كلنا متحطمين نفسيا جدا وتعبنين يعني وأنا بفكر في الموضوع بطريقة مختلفة شوية أنا أولا أنا إيناس ممدوح دريز أنا بنت حفيدة الشيخ عبدالله دريز على رأسي على رأسي على رأسي فأنا الشيخ عبدالله دريز الشيخ مشايخنا الشيخ مشايخنا الشيخ عبدالله دريز رضي الله عنه جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا يعني فان الشيخ عبدالله دريز كان ليه مقولة في تفسير الهجرة النبوية الشريفة نعم طبعا مع احترامي لكل العلماء اللي تكلموا في الهجرة النبوية الشريفة تفسيره في الكلام ده كان مختلف عن الجميع يعني يعني هو قال إن المؤمن لا ينبغي عليه أن يقبل الزلة في مكان لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ألم تكن أرضه الله وسع فتهاجر إليها وأول فرد فرد على المؤمن على المسلم الهجرة الهجرة فردت عليه الهجرة لنصر الدين يعني ليه إحنا كلنا بنطلب من الفلسطينيين إخوتنا في الدين نحن نقود نتفرج خليني يا أستاذ أي ناس أولا تهاجروا فيها خليني بس أقول لحد ذلك يا أستاذ أي ناس أنا بس عايز أقول لحضرتك حاجة المسألة مش مسألة يعني عشان بس نفهم التحليل المسألة من بعد واحد بس مش هيخلينا نفهم القضية كلها لا إحنا ما بنقولش لحد أنه يرضى بالزلة والمهان لكن بنقول كمان أن الناس لازم يكون عندهم حكمة في إدارة هذا الملف هذه بلاد هذه بلاد لا يجوز أن حد يفرط فيها والمسج الأقصى قضية قضية كبرى ليس لأحد ليس هناك حق لأحد أن هو يفرط فيها ولذلك إحنا موقفنا في مصر أن دي قضية لا يجوز التفريد فيها وكل اللي إحنا بنعمله عشان عشان نقدر نحافظ على إخواننا الفلسطينيين وفكرة أن الناس لما يضطهدوا يسيبوا مكانهم طب إيه قيمة الوطن ولو أن الناس شافوا أن الناس هاجروا من مكة للمدينة بس رسول الله رجع لمكة تاني يبقى إذن رسول الله كرس فينا حماية الأوطان وحفظ الأوطان لكن ده ما يبررش للناس بشكل أو بآخر أن يفتحوا الخطر من كل جنب من كل جانب إحنا لابد أن احنا نقول لابد أن نحافظ على أرواح المساكين والمستضعفين والمدنيين ونبد أن احنا نسعى إلى أن احنا نساعدهم على التنمية ونساعدهم على أن هم يجعلوا بلدهم أكثر رقيا وأكثر تنمية وعشان كده تعالوا كلنا ندعي ونتبرع بالدم ونبعت الإخاسة وليه عانى الإخوان لكن ما نقولهمش أن هم يخرجوا من أرضهم ولا يسيبوا أرضهم لا أنا مش موافق على ده أنا مش موافق على ده ليه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما هاجر ترك الصحابة يتمسكوا بالأرض في مكة فده فلازم نقرأ المسألة من كل جانب فالهجرة لا نتمسك بالأرض والتمسك بالأرض واجب شرعي والتمسك بالأرض حفاظ على العرض وإحنا كمان متمسكين بالقدس متمسكين بكل مقدساتنا وعشان كده لازم نمتن ونقوي جيشنا ولازم نمتن ونقوي قوتنا عشان دوت اللي يخلينا نحافظ على مقدساتنا ولا نقبل الزلة والمهانة أبدا ده شيء مهم جدا نحن لازم نقوله ونكرسه ونكرره دائما ولا تهن ولا تحزن وإحنا لا هنهون ولا ده ينال منا ويخلينا نتفتت ونشعر بالوجع والألم وده المراد إن احنا نشعر بإن احنا بينا تفهين وبقينا ضعفاء لا لا خلص الحمد لله الحمد لله الحمد لله إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى أكتب الخير والتوفيق والسداد لهذه البلاد ولبلاد المسلمين دائما إن شاء الله السيدة محمود أيوة تفضلي تفضلي أيوة السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله كاته أمم حمود يتفضلي أيوة أنا ليه ابن متدين يعني أيوة أيه رأيك حاجة أمم حمود بيصلي الفرد بفرد وبيصلي السجر والمغرب والعيشة وكل طي أيوة أيه رأيك حاجة أمم حمود بس توطي التلفزيون وتسمعيني تسمعيني من التلفون لو تكرمتي علي بس بقى ملوش حاض بس ملوش حظي بقى في الجواز كل ما يشوف حظ آآ آآ ما عرفش بيجي بيجي زعلان أنا عرف أنه يجي مش موافق ما يشني حظي في الجواز وهو سنه كبير يعني بقى تلاتة وارفعين سنة ياه طيب وبيشتغل أولا أولا بس أقولك حاجة يا حاجة محمود مش لازم احنا عندنا في الشرعة مش لازم كل الناس تتجاوز هو لو ما لقاش حد مناسب وما تجاوز دي مش مصيبة يعني دي مش كارسة بس ده مش معناه أن الناس ما تتجاوز يا رب جاوز كل الناس المؤهلين لجواز يا رب جاوزهم يتجاوزهم ده هو الوحيد ابن الوحيد طيب أنا تعبانة وهو ابن الوحيد طيب أهدي أو أشوف أو حد يقرره حاجة لا ما يقرره حاجة خليه يروح دورات المقبلين على الجواز في دار الإفتاء المصرية ليه بقى لأن دورات المقبلين على الجواز دي بتخلي الواحد أكثر وعيا فيراجع مثلا يروح يراجع ايه يراجع المعايير بتاعته يشوف هو نمط شخصيته ايه ما جايز نمط شخصيته محتاج تعديل بعض التغييرات عنده ما جايز هو عايز حد بيرفكت حاجة واحدة من كل الجهات واحدة معرفش ايه واحدة عابدة عندها نسك سيد ستنا مريم وفي نفس الوقت جمال زلايخة عايز بقى واحدة ما هو مش يجوز كده فهو لازم ايه اللي حاصل يكون عنده معايير واضحة تيتعامل فيها مع الجواز على ان الجواز دوت مش تحفى الجواز حياة في فرق من ان الجواز ده تحفى والجواز ده حياة الجواز حياة يعني ايه هيختار اختيار يتناسب مع الحياة لان على فكرة كل الاشياء دي لو وجد افضل واحدة في الجمال قد لا يستطيع انه يعيش معها لانه نمط شخصيته لا يستطيع انه يتعامل معها فواحدة واحدة 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 هو لازم يتأهل اصلا يعني انت الكلام اللي انت قلته لي دوت عدت تقوليلي كلام حلو او عن السيد ابن حضرتك لكن هو في الحقيقة ابن حضرتك قد يكون محتاج انه مش بس ابن حضرتك كل المقبلين على الجواز محتاجين انه يحصل لهم تأهيل فربما يبقى احنا دي الخطوة الايجابية اللي احنا منفروض نعملها انه هو ياخد دورات يحضر دورات المقبلين على الجواز نعم استاذ حمدان من الايجابية السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازاك يا سيد افضلت الشيخ الحمد لله لو سمحت انا ليا الفين دولار عند اخويا ها واقجار فابدانوا ربع لمدة سبع سنين طي واطالبوا فيهم يقول لي انا معيش ما معيش وبعدين توفق فبطالب الورصة الاول قالوا لي ما اخد ما اخدش منه ليه وحين ان هم عندهم املاك بملايين يعني الحاجات دي سبتة اه حاجات دي سبتة اصول سبتة موجودة لا 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 اسمعني بس اسمعني بس حاجة حمدان هل الحاجات دي سبتة كدين على اخوك ايوة موجودة في في شكات يعني في شكات في شكات وفي اصال بالتحويل الالفين دولار وكده يعني طيب كويس جدا 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 وانت ما اخدتش الفلوس دي وهم مخدين ولا هم بيقولك احنا ايش درانا ان انت اخدت الفلوس ولا ما اخدتاش بيقولك ايه هم في الاول قالوا لي ما اخدتش منه ليه ودلوقتي بقولك بعدين هندهم لك بعدين لا 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 استنى بقى مفيش بعدين خلينا اكلمهم الفلوس دي لو كانت لك عند اخوك فدا دين ده دين والدين بيخرج قبل ما تتوزع التركة في حاجتين بتخرج قبل ما يتوزعوا التركة الدين والوصية فما ينفعش ان هم يوزعوا تركة اخوك وهو عليه دين لان الدين ده راكب الفلوس دي راكب الفلوس دي يعني ايه حق في الفلوس دي فانت لو كانت لك دين وهم مقرين بيه لابد من اعطاء الدين قبل تقسيم التركة وهو دو حق لان الدين الدين دو حق في هذا المال لا يجوز ان هم يخلفوا في هذا المال الا بعد سداد دين رسول الله يقول على ميتكم دين قال نعم قال فصلوا عليه فاحد الصحاب قال يا رسول لا انا احمل عنه الدينارين قال قال فصلوا عليه وبعدين سأل هما الدينارين دول سدتهم قال لا القيتان في ظهري هيتكوب النار بهذا الدين فخرج العلماء ان سداد الدين واجب قبل توزيع الترك فلازم نسدد الدين دي مش مش طرف ولا ان دوت حاجة ممكن نعملها لا ده واجب عليهم ان هم يخرجوا الدين قبل الترك قبل توزيع الترك نعم استاذ السلاح من المنوفية السلام عليكم وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته استاذ السلاح وحديدك طيب وبصحة وبسلام وبعون ان شاء الله الله يرضى عنك ويزيدك بركة ونور وفضل يا سيدي الله يرضى عليكم وعلى ولديك سؤال في اختصار يا فندي ان انا عندي شهادة وديها في البنك العائد اللي بيطلع منها يدوب بكافي في مصاريف يعني ما بتفضل ش منه حاجة يعني 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 طيب يعني انت دلوقتي عندك شهادة السسمار بتطلع لك ريع اما كل شهر او كل ثلاثة شهر او كل ستة شهر في الريع اللي بييجي دوت على قد المصاريف بالضبط يدوبك بيكافي مع المعاشي يعني وقد بالحضر ربنا ان شاء الله يجعلك تعيش دايما في خير وبركة وفي سعة الله يرضى عليك وغلانا بتسألني هل ده عليه زكا انت الاموال المتدخرة اللي عندك دي الله يكرمك استنى بس لما تتفكي الوديع استنى لسه ما قلتش حاجة حاج صلاح انا لسه ما قلتش لسه ما جاوبتش اسمعني طيب استنى حاج صلاح انت دلوقتي عندك انت ما عندكش ما يقيك فيك لكن انت بتصرف من الوديع من الشهادة دي فالشهادة دي يا سيدي الفلوس بتاعتها بلغت النصاب ولا لا بلغت النصاب طيب يبقى احنا هنطلع عشرة في المية من الريع ركز معايا مش اتنين ونص في المية على المبلغ والريع هنطلع عشرة في المية في الريع مثلا اضرب 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 لك مثال الفلوس دي مثلا سبعمائة الف وبتطلع مثلا مثلا بتطلع سبع تلاف جنيه في الشهر تمام كويس كده يبقى هنطلع ايه سبعمائة جنيه كل ما يجيه للفلوس اه يبقى هنطلع عشرة في المية من الريع مش عشرة في المية من السبعمائة الف اه يبقى هنطلع عشرة في المية من السبع تلاف مش عشرة في المية من ال ايه من السبعين ايه من السبعمائة الف خلاص يا سيدي فيه انت حضركم طيب يا سيدي ربنا ان شاء الله يبرك لك ويزود خيرك يا رب نعم. السيدة امه عمر تتفضل. عليكم السيدة امه راح تلوه بركاته. ايه. ربنا يبارك في حضرتك يا رب. الله ازا حضرتك يا رب. فضلت الشيخ انا عايز اسأل حضرتك انا انا وحمتي على طول في المشاكل. طيب. حمتي على طول عملالي مشاكل. متجوزة من كم سنة? بقالي خمس سنين متجوزة. لسه يعني لسه حديثة الزواج احنا لغاية ست سنين سبعة سنين لسه حديثة الزواج. اه انا كنت متزوجة قبل جوجي دوت. اه اه قعدت تلات شجور وانفصلت. اه وبعديها بحوالي سنة اتجوزت زوجي اللي انا معاه دا حاليا. طيب. حمات كل مشاكتها ان هو وزي اخد لي متعلقة. طيب. اه على طول ما اتكهالي زلة يا فضلت الشيخ. بتهمي كيه? بتهمي. على طول ما اتكهالي زلة يا فضلت الشيخ. حمزي ربنا ان ابني خبك وانتي مطلقة. اه طيب. وبرغم كده انا مطلقة وانا عندي بسعتاشر سنة انا زغيرة مش كبيرة. هي احماتك دايما لما بتتكلم بتبقى قاعدة في اليمين ولا في الشمال. عم متن في اي اي مكان يعني مش مركزة. طيب اعتبري ان اعتبري ان الودن اللي انتي بتتكلم فيها احماتك مقفولة. طيب اقول لحضرتك اسمعيني بس. اسمعيني بس. اسمعيني. انا مع طول عشتي وطول خبرتي في الارشاد الزواجي. القصة ما بينك وبين حماتك مش القصة ما بين بنت واما. ولا واحدة صغيرة وواحدة كبيرة. هي القصة ما بين اتنين ستات. كله الاتنين الستات دولة لهم طريقة او تفكير في الحياة. فهي تفكيرها ان هي انا عايزة ليبني احسن حاجة. وانتي تفكيرك ان انا احسن حاجة. فانتو الاتنين مسكين في بعض. الحل اعتبري كلامها مش موجود. ليه طيب انتي لما تعتبري كلامها مش موجود انتي ايه اللي هيحصل? هتقدر تتعامل مع جوزك براحة. لو اعتبرتي ان كلامها موجود كل ما جوزك يعمل حاجة تقولي له اه من ده اللي قالته لك امك. فالرجل يبقى راجل محترم ومالي مركزه. وانت فجأة حاولتيه الى ابن امه. طيب ما هو يزعل. هو اصلا مش راضي عن طريقة امه. انتي دلوقتي عايزة ايه? هي ليه بتعمل معايا كده? بتعمل معاك كده لانها شخص مختلف عنك. بس. بس. بتعمل معاك كده عشان هي شخص مختلف عنك وبس. ونقطة. مش بتعمل كده عشان بتزلك. ولا بتعمل كده. هي شخص مختلف عنك بمعاييرها غير معاييرك. انا لما لاقي واحد بيحب اكلة. ولا بيحب تصرف. ولا بيعمل كزا. لازم اخلي الشخص ده يعمل اللي في ذهني. هي مش هتغير دماغها. يعني هي مش هتغير دماغها. ولو هتغير دماغها مش هيبقى منك انتي. ولو هتغير دماغها منك انتي بانتي محتاجة تعملي عمل استثنائي عشان هي تحبك وتسمع كلامك. مفهوم؟ اما واني انتي معملتيش العمل الاستثنائي ده ان انتي تخليها تحس ان انتي بانتهى الغالية عليها. خلاص تعملي ايه؟ كلامها وكأنك لا تسمعي. ليه طيب؟ لان عدم سماعك لهذا الكلام وعدم تأثرك بيه هيخفض سوء معاملتك معاه. وهيخليك تدخلي في مكرم الاخلاق. ادفع بالتي هي احسن. فاذا الذي بينك وبينه عدوة كأنه وليل محمد. يبقى لا يا حسن. انا تدرج. انا ما قلتلكيش للوقت يروحي احسني اليها. اول درجة كأنك مستمع الكلام خالص. تاني درجة بعد كده ان انتي تشوفي ان هي السبب في خلفة جوزك دوة اللي انتي مجاوزة وربنا سبحانه تعالى جمع بينكم وخاء وربنا اكرمكم بالاولاد. فإيه اللي حاصل. فتبتدي تحسني اليها. وتكلميها بالراحة. وتعود تفاهيميها. وتقرب منها. فتحس ان انتي فعلا شخص طيب. فتغير نظرتها فيك. اذا بهذا التدرج هو ده اللي هنمشي فيه. خلاص الستي. هو دي الطريقة اللي انا شايفها هي انجع طريقة او افضل طريقة في التعامل مع الحموات في هذه الحالة. مش مع كل الحالات. في هذه الحالة اللي حضرتك بتكلميني عنها. يا سادة. هنالنا ارضى تكلمنا عن حاجة مهمة خالص. ووجعلنا دوة. وكده فتحنا ملفات مسكوطة عنها كتير. واحنا في ما يتعلق بالبيوت والعلاقات الزوجية هنتكلم عن ملفات كتيرة جدا جدا مسكوطة عنها. عشان نعمل ايه? عشان في الحقيقة ده حقكم. حقنا حقكم علينا ان احنا نتكلم في كل شيء بيوجع. عشان يبقى دوة نوع من انواع. فتح ايدينا عشان نتلقى مدد ربنا لبيوتنا. لان الله سبحانه تعالى قال واذا مردته فهو يشفين. احنا عايزين بيوتنا تشفى. تشفى من اوجعها. وربنا سبحانه تعالى ما انزل داء الا وانزل له دواء. فتعالوا نستقبل دواء ربنا لبيوتنا. ونسمع كلام حضرت النبي صلى الله عليه وسلم. عشان بيوتنا تتغير. وتبقى نقية. وتستقبل منة ربنا ومدد ربنا بالسكينة والمودة والرحمة. يا رب تم معلنا الفضل. وجعلنا دايما في امانك وفي رعايتك. وفي محل نظرك بالود يا ودود. اجعل بيوتنا مريئة بالود والجمال والرحمة والجود. يا رب بالعالمين.